أهلاً بكم أخواني وأخواتي الأعزاء تابعونا اليوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة الخير بكل مكان نراه نعيشه نشوفه نعيش الخير الأبدي نقوم في هذه المحاضرة ببناء وعي الخير وعي الخير حقيقة كونية ثابتة ونناقش أيضاً السؤال هل الأرض مسطحة أم كروية؟ هناك انقسامات في الرأي فقسم يقول لا أدري قسم يقول بين بين بيم بمعنى يقولون ممكن أن تكون كروية أو مسطحة قسم يعتقد بكروية الأرض والقسم الآخر يعتقد بتسطحية الأرض أنا أقول أن الأرض مسطحة أنا أعتمد بحوث أريك دوبي رئيس منظمة تسطحية الأرض وله كتابه أمامكم أريك دوبي The Flat Earth Conspiracy تعرض أريك لكثير من الانتقادات وحتى تشويل شخصيته بسبب بحوثه لكنه كان يجيب على أغلب الانتقادات من خلال قناته فيديواته ومحاضراته موجودة في قناته في البيتشيوت هذه قناته في البيتشيوت أريك دوبي أريك دوبي أيضا يعتمد فكرة على أن الشمس تدور حول الأرض وليس كما درست أن الأرض تدور حول الشمس وعلى عدم وجود هذه قصة الديناصورات أيضا يقول هذه قصة غير موجودة أو الديناصورات أساسا غير حقيقية أنا أعتمد أيضا أن قصة الديناصورات هي قصة مفتعدة وأعتمد أيضا أن الشمس تدور حول الأرض وليس الأرض تدور حول الشمس بالطبع سوف يتبادر إلى ذهنكم حول تسطحية الأرض كم هائل من الأسئلة وأولها هي السفينة التي تبحر وتغيب عن الأفق يجيب عليها أريك دوبي إجابة واضحة وهي أن هذا ليس له علاقة أبدا بأن الأرض كروية بل اختفاء السفينة بسبب بعد المسافة عن الناظر تماما مثل ما يحدث عندما ترى سيارة تمر أمامك بسرعة في طريق مستقيم إلى أن تبتعد عن نظرك وتختفي ليس لأن الشارع منحني لكن بسبب بعد المسافة أيضا لو تأتي بناظر لهذه السيارة التي اختفت عن نظرك وتقوم بتكبير الرؤية الناظرية فأنت سوف ترى السيارة وترى السفينة أيضا التي تبحر في البحر السؤال الآخر الذي يتبادر إلى ذهنك ممكن تقول وكيف الصور التي يصورها من الفضاء والتي تثبت كروية الأرض الجواب وكما يقول أرك دوبا يقول أن هذه الصور مصنوعة ومفبركة بحرفة بتقنية السيجيا إذن تابعونا أخواني وخواتي في هذه الحلقة أيضا نعرض بعض من حلقاته ونناقشها موسيقى